أطلق ناشطنا فلسطينيون حملة وطنية لمساعدة المزارعين في قطاف الزيتون خاصة في المناطق التي تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين والأراضي التي أعلن الاحتلال نيته مصادرتها لصالح إنشاء مشاريعه الاستيطانية فزعة وطنية في الموسم الفلسطيني الأول موسم الزيتون في هذه المنطقة تحديدا بدأ الاحتلال برسم أول معالم مشروع استيطاني يتمثل بطريق ستحرم مئات المواطنين من بلدة حوار جنوب مدينة نابلس من أرضهم وموسمهم مع حلول موسم الزيتون تتجلى مشقة الفلاح الفلسطيني في أرضه تحديدا المهددة بالمصادرة فالمكان هنا كان عبارة عن كرم زيتون لأحد المواطنين وأصبح قاحلا بفعل أقدام الاحتلال على تجريفه لصالح إنشاء طريق استيطانية وعلى الجانب هنا لم تمس هذه الأرض بأذى للوهلة الأولى ولكن قوانين الاحتلال العنصرية ستمنع أصحابها من الوصول إليها حوارة بتواجه هجم استيطانية من السنوات السابقة وخاصة السنة هذه صار عندنا اعتدائين من الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين توسعت مستعمرة تصار على حساب أراضي حوارة والكرة المجاورة واعتداء الشارع التفافي من أراضي حوارة 700 دولوم وأكثر من 4-5 ألاف شجرة زيتون قديمة إحنا هاي المناطق مصنفة حسب الاتفاقيات الموقعات واتفاقيات أوسلو الإسرائيليين بحاولوا بأي ثمن أنه إحنا ما نوصل هاي المناطق إلا من خلال التنسيق الأمني إحنا الكل بعرف أنه فيش تنسيق أمني حاليا موجود فسعى حملة شبابية انطلقت في شمال الضفة الغربية في نابلس وسلفيت تحديدا كونها أكثر مناطق تعرضا لاعتداءات المستوطنين هذه الاعتداءات التي تزداد سنويا مع بداية موسم كطاف الزيتون لتكون الحملة على هيئة مجموعات شبابية جزء منهم مهمته مساعدة الفلاحين في الكطاف والجزء الآخر يحمل على عاتقه حمايتهم حال كدوم المستوطنين حملة فزعى هي فكرة مأخوذة من التراث والعادات الفلسطينية والثقافة الفلسطينية بأننا كفلسطينيين ربونا أجدادنا نفزع للحق ضد الباطل نحن نريد أن نعيد لهذه الفكرة معناها بحيث نفزع لمزارعين البواسة الذين يتعرضون للانتهاكات واعتداءات المستوطنين والاحتلال نفزع لهم بالمساعدة والعونة وتقديم الحماية من أجل مساعدتهم في قطف ثمار زيتونهم وفي نفس الوقت حمايتهم من أي اعتداء من كبير المستوطنين أكثر من 60% تشكل مساحة المناطق المصنفة جين من المساحة الكلية للضفة الغربية تعاني بشكل مستمر من مضايقات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه بشكل خاص خلال المواسم الفلسطينية وعلى رأسها الزيتون من بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس المحتلة محمد حسين رؤيا